السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعينا من كل مكان جمعت لكم مجموعة من الأحداث الهامة اللي يتناولها الإعلام الألماني بالساعات الأخيرة وكما عودناكم دائماً أصدقائي من مصادر موثوقة حتى تكونوا على دراية بما يحصل بهذا البلد من كل شاردة وكل واردة أصدقائي بعد ارتفاع الإصابات في ألمانيا والدول الأوروبية إصابات كورونا ارتفعت بشكل كبير جداً بألمانيا تحديداً تم تسجيل رقم قياسي تجاوز الرقم القياسي اللي تم تسجيله يوم أمس واليوم شهدت ألمانيا 37120 إصابة و154 حالة وفاة بهذه الأرقام العالية جداً قفز معدل إصابات المئة ألف نسمة في كل سبعة أيام إلى 169 علماً يوم أمس كان العدد 33900 كان يعتبر أعلى رقم قياسي اليوم هو 37000 وهو يعني أعلى من الرقم القياسي اللي كان يوم أمس يقول الخبراء أن كورونا وصلت بألمانيا لمرحلة متقدمة جداً لم تصلها ألمانيا منذ بداية الوباء وهناك خوف من الزيادة المتسارعة الغير مفهومة والمفاجئة رغم وجود نسبة تلقيح عالية جداً جداً الآن ما يصبح بألمانيا أو ما يحصل بألمانيا هو أنه كورونا أصبحت على طاولة السياسيين وعلى طاولة البرامج السياسية من جديد وأصبحت حديث الأحزاب والسياسيين بالفترات السابقة تركت الأمور لوزارة الصحة أما الآن صارت هي يعني احتلت اهتمام الأحزاب السياسية والسياسيين بخصوص التخطيط للمستقبل زخم المشافي وإلى آخره من هذه الأمور أصدقائي طبعاً بالأيام القادمة سوف يتم عقد اجتماع هام جداً يعني بألمانيا من أجل يعني بحث التطورات والإجراءات المستقبلية الآن الرأي العام بألمانيا تغير بشكل ملحوظ عن شهر آب أغسطس بالصيف أي بشهر آب كان أكثر من نصف الألمان ضد التطعيم الإجباري للسكان الآن في آخر استطلاع للرأي فإن الغالبية الساحقة لسكان ألمانيا تؤيد موضوع التطعيم الإجباري لرافضي اللقاح ويظهر التقرير أن الألمان يريدون التطعيم الإجباري لأنهم يعني فقط واحد من أربعة من الناس يخاف على نفسه بألمانيا ولكن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يريدون التطعيم الإجباري لأنهم يخافون على الأطفال وعلى كبار السن من الإصابة بالمرض وتدهور حالاتهم الصحية هناك خوف كبير من أن النظام الصحي بألمانيا ممكن أن يصل لأقصى طاقاته بالأسابيع المقبلة أي من يصاب بطارق صحي عندما يذهب إلى المشفى قد لا يجد فرصة لمداواته بسبب انطلاء المشافي بمصابة كورونا هناك أيضا خوف متنامع عند سكان ألمانيا من عدة الإغلاق مرة أخرى وتقييد الحياة العامة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة التي تم عملها ونشرها بالمواقع الألمانية الإخبارية ما يفكر به الناس وما يريده هو شيء مهم جدا للسياسيين أصدقائي ودائما يؤخذ على محمل الجد عند لحظات اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن يعني مواضيع تدابير الإغلاق من غير تدابير الإغلاق سيحصل اجتماع بالأسبوع القادم لبحث تدابير الإغلاق من عدمها واجتماع بمنتصف شهر نوفمبر أيضا متعلق بهذا الخصوص نجي الموضوع الآخر أصدقائي ألمانيا تعتبر أكثر بلد أمين بالعالم هذا هو ليس كلامي بل كلام مزارة الداخلية الألمانية لماذا قالت هذا الكلام؟ هناك أرقام وهناك مواضيع هامة في سياق هذا التقرير وفقا لتقرير رسمي تم نشر بألمانيا تراجعت الجريمة بألمانيا بنسبة 15% بين عامي 2005 و2019 وهذا يتأثر بشكل كبير بجرائم الممتلكات الخاصة يعني سطو على منزل معين يأتي لص لابس جواري بخفيفة نسائية بوجهه أو قناع ويسرق ما يملك أهل المنزل من مجوهرات أجهزة الكترونية غالية الثمن أو سرقات سيارات واختيالات وجرام أسرية هذا الأمر انخفض بشكل كبير بالسنوات الأخيرة بين 2005 و2019 صحيح أن سرقة السيارات قبل بضعة أسابيع نشرنا لكم خبر تم سرقة 10 ألاف سيارة بألمانيا بآخر 12 شهر ولكن هذا الرقم 10 ألاف سيارة هو أقل رقم منذ بداية تسجيل إحصاءات هذه الأمور وأعلى رقم يعني آخر رقم كان عالي هو في عام 1994 وبعدها بدأت تنخفض حتى وصلت إلى 10 ألاف سيارة تسرق بالعام ببلد بي 48 مليون سيارة الرقم قليل جدا جدا إذن الجرائم والسرقات انخفضت بشكل عام بألمانيا ولكن بشكل خاص ازدادت جرائم معادات اليهود بألمانيا بعد عام 2015 حسب وزارة الداخلية وبعد عام 2015 أيضا ازدادت جرائم اليمين المتطرف بسبب وجود ناس لا يريدون مهاجرين أو لاجئين غرباء ببلدهم بنفس الوقت كل تطرف يولد تطرف مضاد فبالجانب الآخر ازدادت حتى التطرف عند الجاليات المهاجرة بألمانيا ما يجعل ألمانيا واحدة من أمن بلدان العالم حسب وزارة الداخلية هو عدد منخفض بشكل كبير بجرائم القتل العمد بالمقارنة مع دول عالم الأخرى صحيح ننشر لكم أخبار بين حين وآخر عن جريمة ما وعن حوادث معينة ولكن هنا يتم إحصاء كل شيء عكس بقية الدول التي لا يجد بها إحصاء فرغم وجود هذه الجرائم بألمانيا فإنه تعتبر أقل بشكل كبير جدا من بقية دول العالم ولكن هناك نوع من الجرائم ينتشر الآن بشكل كبير خصوصا بعد عام 2020 وهي جرائم الألكترونية أو جرائم المعلوماتية التي انتشرت خصوصا بزمن الكورونا وتشير التقارير لأنه غالبية السكان ألمانيا لا يشعرون بأمن ألكتروني كافي بالوقت الحالي وهذا هو الذي ما يسهل عمليات الاختراق لأجهزتهم ولكمبيوتراتهم هو يعني كثير من سكان ألماني لا يستخدمون برامج الأنتيفيروس ويعني الفايرول وإلى آخره من هذه البرامج التي تجعل من عملية الاختراق صعبة أو قد تمنعها في أغلب الأحيان أصدقائي ننتقل الآن إلى خبر آخر حاليا تتناول كل وسائل الإعلام الألمانية كما هو حال الخبرين السابقين اللي سمعتوها هناك أم تقتل أولادها الخمسة في محكمة دوسلدور في ألمانيا قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على أم من مدينة زولنغن في شمال الراين في أن أغذي هذه الأم قامت بقتل أطفالها الخمسة فقط طفلها السادس اللي عمرها 11 عام يعني لم تتمكن من قتله بسبب أنه لم يكن موجود بالمنزل لحظة قيامها بقتل ابنتها اللي اسمها ميلينة عمرها سنة ابنها اللي عمرها ليوني عمرها 2 سنة وابنتها اللي اسمها صوفي عمرها 3 سنة وتيمو 6 سنة ولوكا 8 سنوات المحكمة حكمت على هذه الأم بأقصى عقوبة قانونية بألمانيا وهي السجن مدى الحياة لماذا عملت الأم هذه الجريمة بينما كان الناس يصفونها بأنها أم حنينة وأم طبيعية وتحب أولادها وتضحك وتغني معهم وتربيهم بشكل جيد هذا طبعا كان حسب ما قاله أقاربها ما الذي فعلته هذه المرأة وما الذي حصل لها عند طفولتها وأثر عليها وجعلها ترتكب هذه الجريمة في الثالث من سبتمبر 2020 تناولت الأم أفطارها مع أطفالها الخمسة وكانت قد وضعت لهم مخدر يعني بالطعام وعندما خدرتهم ملأت حوض الاستحمام ووضعت أطفالها المخدرين بالحوض واحد ينتلوا الآخر حتى يعني غرقوا بألبانيو أو بحوض الاستحمام وماتوا جميعهم وبعدها نشفتهم ونقلتهم إلى أسرتهم للنوم ويعني جعلت الأمر يبدو كأنما هم يعني قد أتى أحد وقتلهم أثناء نوهم وبعدها اللي عملته ذهبت إلى محطة القطار كي تنتحر نامت على سكة القطار ولكن يعني تم إنقاذها ولم تفلح محاولتها وأنقذوها المحكمة تقول أن الأم عندما كانت طفلة ربما تكون قد تعرضت للاعتداء الجنسي وكانت قد تعرضت للتنمر بالمدرسة وعانت من الأضطهات هذا يعني أثر على نفسيتها ومن ناحية أخرى والدها أدين بيعني يعني جد الأطفال المتوفين أدين بحيازته لمواد جنسية خاصة بالأطفال طبعا حملت البنت كل هذه الأشياء من الماضي ربما أشياء حصلت لها يعني بينها وبين والدها عندما كانت طفلة حملت الأم ماضيها كله إلى حياتها الجديدة أو إلى حياتها الزوجية وحصلت مشاكل زوجية لها مع زوجها وانفصلوا ويقال أن دافع الجريمة هو عندما رأت الأمصورة لزوجها على مواقع التواصل الاجتماعي يقبل صديقتها الجديدة جنة جنونها وفعلت هذا الشيء بأولادها هي قالت ببداية الأمر أنه هناك شخص غريب قد يعني أتى إلى المنزل وقتل أطفالها ولكن حجتها كانت ضعيفة ولم يصدقها أي أحد بالمحكمة هي الآن محكومة بالحبس المؤبد ولا يوجد إمكانية لإطلاق صراحة إلى ما بعد 15 عام يعني فقط سوف تدرس إمكانية إطلاق الصراحة ولكن هذا لا يعني أنها سوف تخرج من السجن هذا هو القانون الألماني من ناحية أخرى أصدقائي لا يوجد أي مبرر لهذه الجريمة البشعة نتمنى أن تبقى بالسجن وتموت بالسجن ولكن لكم أن تتخيلوا ماذا يعني أن تكون أم بألمانيا تعيش مع أطفالها الخمسة اللي اثنين أو ثلاثة منهم يعني صغار جدا كيف تطعمهم بألمانيا وحدها كيف ترسل أحدهم للروضة والخمسة الآخرين تحملهم يعني معها كيف تتسوق ومعها خمسة أو ستة أطفال تخيلوا كيف تأخذ أحدهم للطبيب وتحمل الأربعة معها أيضا الأمر فعلا صعب يجب من الأساس عدم الإنجاب بكثرة لتجنب هذه الأفعال ولتربية الأولاد بشكل جيد هذا الأمر يعني لا يسه فقط في ألمانيا بل في كل دول العالم حسب وجهة نظرية قد تختلف معي قد نتفق كتبونا رأيكم أصدقائي بالتعليقات أصدقائي نيجي الآن للموضوع الأخير هناك بيض مائدة بيض يعني يؤكل بالفطور وهذا البيض يباع بالسوبر ماركت في ألمانيا تم إجراء فحوص عليه وتبينت نتيجة الفحوصات أنه يحتوي على بكتيريا السالمونيلا الخطيرة جدا جدا هذا الأمر وارد الحدوث بمنتجات الدواجن مثل لحوم الدواجن والبيض دائما نسمع أنه الدجاج غير المخصول جيدا أو غير المنظف جيدا أو عندما ينظف الإنسان الدجاج قبل الطبخ ولا ينظف يده جيدا يعني يكون عرضا لإصابة بالسالمونيلا بكتيريا خطيرة جدا الأمر يحصل بشكل عام بحقول الدواجن المكتظة تكون الحقول مليئة بالآلاف من الدجاجات عندما تصاب أحد يعني عندما تصاب دجاجة بالمرض فإنها تنقل المرض لآلاف الدواجن الأخرى كونهم يعيشون بمكان مكتظ جدا يتم إنتاج البيض بشكل كبير وبالتالي يتم بيع الكثير حتى يتم اكتشاف حالة مرضية وحتى يتم ربطها بالسالمونيلا يستغرق الأمر وقت طويل هناك امرأة بألمانيا أصيبت بالسالمونيلا امرأة كبيرة بالسن ويعني تم نشر هذا التحذير وتم نشر سبب وهو البيض الملوث الأعراض هي الإسهال مع آلام البطن والقيأ والحمى الأطفال الصغار وكبار السن هذه الفئتين لديهم يعني مناعة أضعف من البالغين الطبيعيين لذلك هم أكثر عرضة للخطر ملاحظة هامة فقط الوجبات التي تم تصديرها من الدنمارك إلى سوبر ماركت ريفي وإيديكا هي مشمولة بالتحذير فقط الولاية الآتية بها هذه الوجبات الملوثة بريمن مكلمبوك فوبومن زاكسن نيدا زاكسن شليسفيك هولشتاين نجد أنها يعني ولايات شمالية أو مدن بشمال ألمانيا الوجبات والأرقام علب الستة قطع المسمى دان إيغ علب العشر قطع أيضا المسمى بدان إيغ وهذه هي يعني مثل ما تشوفون الأسماء والأرقام وتواريخ انتهاء الصلاحية الدان إيغ غوسة فغايهايت زكس شتوك الإيان نمى هو خمسة سبعة صفر واحد واحد صفر خمسة خمسة اثنين اثنين ستة ستة ثمانية ودان إيغ فغاي تسن شتوك الإيان نمى مالتها هو خمسة سبعة صفر واحد واحد صفر خمسة خمسة اثنين ستة واحد خمسة أربعة والنوع الآخر أصدقاء اللي هو دان إيغ قالينا فرايلندر آية اللي هو زكس شتوك الإيان نمى أو رقم الإيان مالته هو خمسة سبعة صفر واحد واحد صفر خمسة خمسة اثنين ستة تسعة اثنين خمسة بالنسبة لي تواريخ انتهاء الصلاحية هذه هي التواريخ الصلاحية للدان إيغ اللي يعتبر ملوث ببكتيريا السيرمون حتى تفهمون الأمر بشكل أوضح تركت الرابط الخبر يعني بأول تعليق وتركت لكم اسماء الوجوات الملوثة وكل شيء قلت الآن هو أيضا بأول تعليق هنا وصلنا إلى الفيديو إن شاء الله رب تكونوا السفادية وتحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي بفيديو آخر قريبا مع السلامة